تذكر بأن صديقتها يا شيخ أدمنت على سرقة تقول هي تريد أن تتوب لكن تقول ماذا تفعل مع من سرقت منهم هي تعرف البعض ولا تعرف الآخر كيف تتصرف يا شيخ أولا أسأل الله أن يتوب عليها هذه السرقة من كبأر الذنوب ومن عظائم الأثم المتعلق بحقوق الخلق لأنها انتهاك لأموالهم والمسلم على المسلم الحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن الله تعالى حكم السرقة فقال والسرق والسرقة فقطوا عيديهما جزاء بما كسبنا كلام من الله والله عزيز حكيم ثم إن الله تعالى فتح الباب فمن تاب من بعد ذلك وأصلح فإن الله يتوب عليه فينبغي للأخت أن تبادر إلى التوبة إلى الله تعالى والتوبة إلى الله السرقة فيها حقا حق لله تعالى الذي حرم ومنع وحق للمخلوقين الذين انتهكت أموالهم حق الله يكون بأن يتوب الإنسان ويستغفر ويصلح العمل ويستعتب ويرجو من الله التجاوز والصفح والله كريم ما يقبل عليه عبد تائب إلا ويتجاوز عنه ويصفح فالله يفرح بتوبة التائب مهما كان الجرم عظيما والخطأ كبيرا لكن في هذا النوع من الذنوب المتعلق بالحقوق حقوق الخلق يبقى جانب آخر وهو حق المخلوق الذي أخذ ماله فإنه لا يسقط بمجرد أنك تقول يا رب اغفر لي وتب عليه لأن هذا حق الله طيب حق المخلوق حق المخلوق لا يضيع بل يجب إذا كان الإنسان يعرف أصحاب هذه الأعمال الأموال إذا كان يعرف أصحاب هذه الأموال يجب عليه أن يردها إليهم الأمر الثاني إذا كان لا يعرف أصحاب هذه الأموال فإنه لا يجب أن يمسكها بل الواجب عليه أن يتصدق بها عنهم وهي في ذمته لو كان قد صرفها في ذمته مشغولة حتى يردها إلى أصحابها إذا عرفها أو يتصدق بها عنهم إذا كان ذلك لعدم علمه ومعرفته وتمكنه من الوصول إليهم